انا سمعت حلقة عند ياسر الشبه. هسمعكم انها ديئة بس. مظنش ان ياسر هيزعل لو لو اردت حتى من عنده. ولماذا اعتبر عارسطان ان الاله محركون لا يتحرر. لماذا اعتبرت المثال? يعني قبل ان ندخل الى هذه المسألة وجب ان نتطرق لمجموعة من المفهوم اساسية. ما هي المفهوم? اولا المفهوم هو للوجود بشكل عام وتمييزه للوجود. فهو يقول بان الوجود اما وجود بالقوة واما وجود بالفعل. هذه المسألة الاولى. المسألة التانية هو يقول بان هناك مجموعة من العلم. وهذه العلم هي التي تلعبها دورا اساسيا في الانتقال من الوجود بالقوة الى الوجود بالفعل. والعلل الاربع عند اردتو هي معروفة العلم الماكية. العلم الصورية العلا الغائية والعلا الفاعل دونك هنا سنعرف مفهوم الحركة انطلاقا من فهم أرستو ووجود فماهي الحركة الحركة عند أرستو هي انتقال الموجود من كونه موجودا بالقوة إلى وجوده الفعلي فهذه هي الحركة وبالتالي فالحركة هنا ماذا تقضي تقضي العلا بمعنى أن انتقال الجسم من وجود بالقوة إلى وجود بالفعل يقتضي بالضررail هنا سنتحدث عن العلا أولاً الوجود بالقوة يعني هو واضح لوجود بالقوة يعني قابلية أن يكون الشيء متحققاً الوجود بالفعل هو اكتساء الشيء للعلم بمعنى أن الشيء يأخذ documentaries من سطوبة ومتراته ويأخذ علتها الفعال هنا نعوذ لطبيعة الانتقال فالانتقال هنا من الوجود بالقوة للوجود بالفعل يحتاج عل عل هذه المسألة focusing عندما نعوذ إلى الإله هنا طبيعة الانتقال طبيعة الانتقال الذي يتحدث عنه أرسطوفي السببي باعتبار أن السببية عند أرستون هي السببية السنباطية فطبيعة الانتقال عند أرستون تعني أن الانتقال انتقال لزومي فإذا قلنا أن لكل فعل فاعل أو لكل سبب مسبب فطبيعة الانتقال هنا انتقال لزومي ما معنى انتقال لزومي بمعنى أنه ضروري فكما نعتبر بأن هذه المفاهيم هي ضرورات عقلية كذلك طبيعة الانتقال في هذه الموجودات هي طبيعة انتقال لزومي فنقول إذا قلنا أن لكل سبب مسبب معناها أننا نقول لكل محرك أو لكل متحرك محرك لكل فعل فاعل هذه هي العلاقة السببية فإذا اعتبرنا أن الإله يتحرك فكونه يتحرك لزيم عنه بالضرور أن له محرك لأن المسألة السببية هنا ضرورية ولزومية وبالتالي فإذا قلنا أن الإله يتحرك قلنا بالضرور أنه متحرك وإذا قلنا أنه متحرك قلنا بالضرور أنه يستدعي من يخرجه إلى الحرار أعود إلى مسألة الوجود وهو نفس الفهم هنا بقى لقيت نفسي بنتين من مرحلة الأحة لمرحلة الأحة أحاتين أحة وبعدين أحة ثلاث أحات أحاتين أحة وبعدين أحات ثلاث أحات أربح أحات أحاتين أحة كده فلما وصلت بقى خمس أحات أربح أحات ثلاث أحات أحاتين أحة وهي تثبت نظرية استرابية ولكل سبب مسبب ولكل أحة قبلها أحة فقلت بما أن أنا وصلت من أربح أحات ثلاث أحات أحاتين أحة حد فيهم أي حاجة من اللي تقال عشل أو حد فيهم ما يقوليش عشان مش عايز أحس بالغباء أكتر من اللي أنا حص ولقيت أن أنا أخلاص أقول لهم لا إله إلا الله وأسهل أسهل إسلامي أسهل من النوع ده أسمع الكلام ده ديف عليهم بقى من كم أيون كده يعني رايب كان فيه مناظرة للمهندس العبخاري عمر مش ابن العاص أو المهندس عمر مش ابن العاص بعد المناظرة دي فعلا لو في جنة ده مش هيبقى له أصر في الجنة ده هيعملوله منتج على السياحة كده على سدرة المنتجة من كتر كمية الهبد اللي هو استحمله فكان برضو ناس بتهبط نفس الهبد تبقى الأصل الهبد اللي في كل اللقاءات يعني أول ما تسمع حد بيتكلم إثبات الإله ده يتسمع الهبد العجيب وبما أننا يعني حسيت أننا ما دخلتش مدارس واكتشفت أن فيه علم تجيت أساساً عمري ما سمعت عنه لو حد يعرف بيتدرس في أني جامعة ده عشان عايز أروح أدرسه وأحضر فيه لسائل هل بيتعامل لسائل الدكتوراه ولا ماجستير يعني بيعتمدوا الدراسات السابقة ولا لازم أبتدي بالبكاليريوس ولا بيتاخد فيه لسانس بيتدرس إزاي علم الكلام ده ففيه علم اسمه علم الكلام يعني فيه واحد عالم يعني تخيلوا العالم اللي هم اللي ما كانت عجبهم وقالوا حرام اللي هو القام من نوم الصبح قرر يروح يعمل تعديلات جينية في كلا بتاعت حيوان عشان يركبها الإنسان عشان بيحاول ينقذ حياة ملايين البشر من الموت ده لما بيقوم الصبح بيعمل ايه وتخيلوا العالم بتعلم الكلام ده لما بيقوم الصبح بيعمل ايه ولا علم زي عبدالله رشدي ولا علم زي من الحويني معلم جزم حيواني يمكن فيه ناس بتسمعني متعرفش يعني ايه فشل كلبه ناس متعرفش يعني ايه يقولك ده ده بيغسل كلا مش فاهميني عن ايه بيغسل كلا يعني ايه واحد محتاج اربع مرات في الاسبوع عمره ضايع لان هو بيروح بيروح البسيل ده بياخد حوالي ست ساعات على بالا ما بيركبوله الجهاز والجهاز ده عبارة عن ابر بتركب في فاروقه بتخص دم بتاع جسمه بيخرج من جسمه ويدخل تاني ويركبوله ابر والابر دي تبهدله دراعه تطلع دين امه ويمطل قاعد يدع من يومه يعني يروح مثلا عشرة الصبح يمشي مثلا ساعة ساتر بعد يعني يومه كله راح قاعد ما بيتحركش ولو تحرك ممكن الابرة تتحرك من مكانها وتخرج ولا مش عارف ايه يبتدي يحاولوا يعدلوا الابر تاني ولو عنده السولة في الدم ولا بياخد اسبرين ولا اي حاجة بعد ما بيشيلوا الابر بيفضل ينزف لما يطلع دين امه بتحاول يعني معلين مش دا ما هو المهم فاكتشفت بقى ان فيه علم الكلام قالك بقى هنستخدم كل الهابدي اللي سمعتوه ده علشان نسبة ان فيه الاله وبيتناقشوا بقى الاله بيتحرك ولا متحيق ما بتحركش ولا الاله موجود مش عارف من الازل ولا هيبقى موجود للابد ولا القرآن مخلوق ولا القرآن موجود عزلي ودي الحرب اللي دايرة بينهم بتوع العلوم دي انا اجابتي باختصار على كل الاسئلة دي الاله اذا كان الاله موجود ولا متحرك ولا مش متحرك ولا ثابت ولا ليه ايد ولا ليه رجل ولا ولا الشيطان ليه زبر في فخدة وكس في الفخدة التانية وبدخنهم في بعض خلينا ارهاركم من على الكورتوبي عن مجهد ان ابليس ادخل فرجه في فرج نفسه فبعد خمس بيضات يعني ابليس عنده فرج عنده زبر وكس دخلهم في بعض فبعد ما دخلهم في بعض مش عارف ايه ايه علاقة البيت بالان هو في السم الجهل الفرخة بتبيد من غير ما تتناك ما علينا فدخل فرجه في فرج نفسه فبعد خمس بيضات فهذا الاصل ذرياته فهو ينكح هذا بهذا فيخرج له كل يوم عشر بيضات كل يوم بيطلع عشر بيضات ويخرج من كل بيضة سبعين شطان وشطانة يعني كل يوم بيبيض عشر بيضات البيضة الواحدة بتخرج سبعين شطان وشطانة طب لما فيش طانة ليه هو بينيك نفسه يعني هو الوقت إبليس ده بيخلف جنس تاني غير نفسه طب دي قصة أسكى من آدم محاو يعني لو آدم كان عنده زبر وفرج في نفس الوقت ودخلهم فبعد أم مخلف بني أدمين رجالة وستات كانوا حل إن أجدع من إن هو يقول إن إن حاوة جات من ضلع آدم والهرتالة دي فإبليس أساساً هو منه فيه بس يخلف شطانه وشطانة خلف جنسي تاني غير نفسه فالاستاني الأصلي عنده هو نفسه عند فرجه بيدخل فرجه في فرج نفسه إنه مخلف بقى استانى أنسى واشتر لجن فبقى ينطه على بعض فهو يخرج وهو يطير ذلك بعد ما فيه كتب يعني فعمك القرطبي هو حكلنا الحكاية ليه؟ علشان المسلمين دي اجتماماتهم قالك هو إبليس تجوز هو إبليس بينيك هو إبليس بيخلف هو ربنا بيتحرك هو ربنا ما بيتحركش أصلي فيه سببية أصلي كل سبب مسبب القرآن ده القرآن ما تخلقش ويقتلوا بعض ويدبحوا بعض يعني حاجة الناس عايشة في كوكب تاني خالص غير ده عايشين فيه الناس بتسحى من نوم الصبح عشان تعمل علاج للكورونا ده عايزة تعمل علاج لل للكلة الناس عايزة تصور لك تعمل لك تكييف ولا تعمل لك عربية ولا تعمل لك طيارة ولا تعمل لك صاروخ ولا تعمل لك آيفون ولا موبايل ده ناس عايشة في دونيا ودول عايشين في دونيا تاني عايزين ناس بتوجود الله بالسببين أصلا ما ينفعش كان حتى كانتكلم مش عارف عنها البكتور جورج كانوا بيقولوا فقد الشيء لا يعطيه ما ينفعش إن حد يبقى في حاجة ما بيقى مش عنده يديها لحد علشان كده يبقى ربنا لازم يبقى عنده كل الحاجة أحسن مننا فكان رد قال لبكتور جورج من التعليم أنا أحد ما يتكلم معاه قال طب ما إحنا عندنا شر هل قال لا عنده شر لا بس أنا ردي مش كده خالق أساسا هدف الصناعة إن احنا نعمل حاجة مش عندنا يعني البني آدم عمل السكينة عشان تقطع لأنه هو مش عارف يقطع بيينه عمل الكوباية عشان يحط فيها مياه إنه هو مش عارف يشير المياه في يينه الهدف من إن حد يعمل حاجة إن هو بيعمل حاجة عشان تعمل حاجة هو أصلا ما بيعرفش يعمل كسوم شرط الغبي اللي قالوا قال لك عشان البني آدم يبقى بيفهم يبقى لازم ربما لا بيفهم أكتر منه لا يا حمار كل حاجة بتتعمل بتتصنع بتتصنع علشان تعمل حاجة إحنا مش عارفين نعمله فالشرط اللي انت بتحطه الحقيقة عكسه تماما عملنا عربية علشان ما بنقدرش نمشي بالسرعة دي عملنا جزمة علشان الجزمة مش مفهود نحطها في مخك لا الجزمة بنلبسها في رجلينة عشان رجلينة ما بتستحملش الارض والبلاو اللي بندوس عليه عملنا طيارة عشان ما بنعرفش نطير عملنا تليفون عشان ما بنعرفش نكلم حد منتقة تانية من غيره وكذا كل المنتجات البشرية تاني القصة التانية دي على أقنعتني بصراحة أقنعتني نتكلم عليها أحمد سامي اسمها العلة السبب السبب وجود الله أو السبب الكلاب هاوسي لوجود الله قالك إيه بقى الجماد موجود عشان يخدم على النبات والنبات موجود عشان يخدم على الحيوان والحيوان موجود عشان يخدم على الإنسان والإنسان موجود عشان يخدم على مين يبقى على الله مصدقك والله موجود عشان يخدم على مين على محمد ومحمد موجود عشان يخدم على مين على الفرج والدليل على صحة نظريتي دي وخلتني فعلا أقامن بالإسلام خش على جوجل وكتب صورة الحجر الأسود وتفرج على صورة الحجر الأسود ده وإنسى تصدق إن كله تخلع عشان يخدم على الفرج فالله بيخدم على محمد ومحمد بيخدم على الفرج اللي هو عملوله تمثال كده سموه الحجر الأسود إيه المهم؟ جو دع الراجل وهو بيتكلم مع المعندس عمر اللي عبقاري اللي أنا مش مشدق إزاي هو استحمل كل هزا الهراء فهو بيتكلم جيه واحد عمل مشاكل قال الراجل اللي بيكلم مهندس عمر ده قال له إيه؟ قال له كل الكلام اللي أنتو بتقولوه ده أنا مش شريف تيه شايف فيه حاجة تثبت الإسلام والدين والحاجات دي فالولا قال له لا أنا لازم أثبتلك الأول وجود الإله وبعدين أثبتلك اللي بوت بقى محمد والدين والكلام ده كله بالمعجزات أولا طبعا إجابة غابية لأن المفروض إن الدين هو اللي جاي عشان يثبت الإله مش الإله اللي جاي يثبت الدين ده أولا ثانيا دينك أصلا قال إن محمد ما نوش معجزات مش دينك قال لك اللي هو قال له لو لو بعدت المعجزات قبل كده وما أمنوش بيها فمش هبعد معاك معجزات يعني بعدت المعجزات قبل كده ما أمنوش بيها معناها إنها معجزات هاي فإبعد معجزات أجمد لا هبعدك من غير معجزات خارج والمفروض إن هم ما يصدقوا وبعدين كل سم الكذب لأن المعجزات بتاعت اليهود أمنوا بيها اليهود ومعجزات جيزوس أمن بيها المسيحيين فالمعجزات اللي جات قبل كده أمنوا بيها إليه كل سم الكذب وكل سم الغبيع وبرغم إنه هو قال بقى إن أنا مش هبعدت لك معجزات فالراجل هيثبت لنا بقى نبوة محمد بمعجزات محمد يعني كمان كل سم الهيف مش تدفهين كلام إلههم ده تماما إلههم قال أنا مش هبعدت معجزات مع محمد بس محمد حمل معجزات الأولين معاهم معجزات والناس ما يصدقوش عشان المعجزات هتكتهفها ابعد معجزات هتحسن منها لا ماش هبعد معجزات خالص بقى والمفهول اللي هيصدقوا فهو كده بلطاجة بالدراع وفعلا بالدراع أكبرهم إنهم يصدقوا وبلا معجزات بلا عاجع بذارة احنا هنقض نقرر نعكو اللي مش رايق من هنقتله وجسهم من كده مسحينين مؤمنين بمعجزاتهم ويهود مؤمنين بمعجزاتهم وكل المعجزات اللي اتعاملت الناس أمنوا بيها ما تفهمش هو فين اللي ما أمنوش بالمعجزات دور ولا قصده اللي بعت معجزات فالناس اللي ما شافتش المعجزات ما أمنوش واللي شافوا المعجزات أمنوا ما تفهمش بقى وعاية معلن فعاد تدور بقى ايه معجزات محمد ده ليه تأهم حاجتين قالوا معجزت القرآن وطبعا دي مش محتاجة كلام يعني مش هعلق عليها أي حد بي قرى كلمتين في القرآن هيعرف إن دات فافية فلاقيت أشهر معجزة بقى معجزة ايه الإسراء والمعرج قلت ايه أخويا الإسراء والمعرج دي قالوا بقى دي معجزة ما حصلتش في الكون محمد هو الوحيد اللي عمل طب ليه حصلت قالك أصل محمد مش عارف حد قريبه مات ومش عارف فشخوه طلعه دي نقومه ومحدش أمن بيه فالصعب على ربنا فربنا ايه قال يحايل محمد حبيبي هديله هدية كده عشان محمد بيعاية كل شوية يعاية فأمر ربنا قال لا خلص بدل بقترامه محمد زعلان ويعاية هتطلعه رحلة فحجاز له بقى رحلة عشان يفسح محمد عشان محمد كان زعلان فبدل ما يساعدوا من الناس اقتنع ولا أي حاجة لا راح يودع يتفسح الزريف ان في المعجزة دي طبعا كالعادة بتاع المحمد ما حدش شاف اي حاجة هو بيخرج على الناس يحكي لهم حكايات الجبريل دخل علي وزلتني وغطني فانا رسول واللي مش هيسمع كلامي هنيكو ده برضو صيحي من نوم قال لهم ده انا هصلي المعجزة الفلانية حد شاف حاجة حد ما فيش هو المفهود اللي يقولوه عليه الصلاة وصلع سلم أي حاجة محمد يقولها تبا جاية من عند الله وصلع سلم وعن الله فطبعا لما خرج قال لهم الهرتلة بتاعت الاسراء والمعرك دي في ناس اصلا تفت في وشه وسبوا الاسلام وناس راحوا لابو بكر ده ابو بكر ده طبعا اللي هو ابو عيشة راجل من الوضع ان هو جوز محمد بنته وهي عندها ست سنين ولما راح يطلب ايد محمد ايد بنت محمد محمد تفف وشه وقال له لأ دي صغيرة ما ينفعش أجوزها اللي بلحش زي فراحوا بقى الناس دول ابو بكر قالوا له ارحق محمد اي صاحبك صاحب النوم بيهرتل قال لهم ايه قالوا له ده قال اسراء ومعرجو هرتل وقعبط كده قال لهم اذا كان قال هذلك فقد صدق وعشان كده سموه ايه صديق ابو بكر الصديق فنعرف لو حد سألك يعني ايه صديق قلوا يعني المعرّص ما كان بيعرّص عليه على طول الاثنين في نفس المصلحة محمد ده ما هو ده المصلحة قتل وسرقة ونسوان وخطف وسلط وفلوس وحاجات جميل قال له هاد بيتك ومستة اثنين شغال مش عارف كل ايه اذا قال اسراء ومعرجو اللي لو ايه هلتلعي قولك يبقى صدق فبقى بكر الصديق فمعناها على طول ايه اي حد يقولك يا صديق تعرف ان هو بيقولك يا معرّص اصل كلمة معرّص اللي هي الصديق باز بقى القصة طبعا لو ابو محمد كان مفسوق ومحدث معبره وعمالي عادت وقول نفسي بقى رسول نفسي بقى رسول وعمه ابو طالب مال وغار في ستين ده مفيش بعديها ابو صهرين خديجة المفخد اللي هي عملت له اختبار المفخد فالساعة هي جميل فقام قرر ايه قال لما روح اجرب ابقانبي في الطاقف من عايز ابقانبي بقى خلاص اي حتة ابقانبي فقام وقت بعضهم طالع على الطاقف دي راح عاد يقول هول يقول لهم الهرتلة اللي هو بيقول طبعا هم عملوا ايه قام هم بعبصوا بعبصوا ضربوا بقى طالعوا ثلاثة جين أم اللي جابوه قالوا له اخرج بره بيت فقال لهم النبي حزبو كاش بيعا ما تقولوش لقريش ان انا جيتلكوا احسن هيفشخوني ما برجولة رجولة يعني قالوا له لا هنقول له وهنقول لمامتك والباباك انك انت جيت وعمال عايز تعمل فيها نبي وهنقول لوليه امره استدعاء وليه امره هنقولهم ان انت عايز تعمل النبي نبي جبان و اله اخطى الحجر ما عليهم فضربوا بقى بالطوب ودغدغوا ثلاثة تعمل انا مش فهم عايزين احنا نبتنع زي يعني نبي قاعدوا قدامهم وقال لهم الكلام اللي انتوا عايزيننا نبتنع بيه وضربوا بالطوب والتانين تفوا فوس وطلع لهم حكالهم الاسراء والمعراج تفوا فوس بقول ان احنا نصدق حاجة من توسها المهم وهو راجع بقى طلعان دين امه قال لك بقى ربنا بعث له صحابه ضللت عليه وامجاله عمك جبريل قال له ربك بيقولك ما تزعلش يا حمادة يا بيبي انا بعثلك مع جبريل ملك اسمه ملك الاخشبين الملك ده ربنا ما بعثهش لوحده ليه لا ما تفهمش لازم يجي مع جبريل ربنا بعثه لك يبقى في خدمتك اللي تؤمن اؤمن ومنك الاخشبين ينفذ لو عايزوا يجيب الجبلين دول يهدهم فوق الناس بتعطائف دول يفشخهم هيعمل لك اللي انت عايز الها اختلطة ومحمد واقف كان خلى جبل بس يرقص لهم زنبة كانوا ام لا كان بعت لهم جبريلي يرقص قدامهم بالستمائة جناح كانوا ام انما لا لازم محمد يطلع يهرتل عليهم فيضربوه بالتوب فمحمد بقى من غير ما حد يشوفه يجي له ملك الاخشبين ده يقول لك يقول له ايه هجيب الجبلين دول يفشخوا لك الطاقة ومحمد بتيبت قلبه وحنيته طبعا مايرضاف ده محمد حنين حنين مايرضاف ان هم يموتوا بالجبال لازم يموتهم بالسيف بايده مايحبش هو هيعتمد على حد هم للسيف عملوا ليه دايما كده دايما هتلاقوا دايما الله ابن وسخة ومحمد هو اللي اموه محمد جميل بس الله ده ابن شرموطة دي الاسلامي كده بيعبودوا محمد كل حاجة حتى ما تيجي تكلم حد كان في مرة سمعت ناس بيتكلم واحد يعني هم بيتكلموا على موضوع لمن وهبت امرأة وهبت نفسها للنبي فاللي بيرد يقول له ايه بس هو ما عملش كده هو مرضيش يعمل كده محمد جميل مؤدب مرضيش يعمل كده بس الله ابن متناك قال له يعمل كده ان محمد جميل ما عملش كده يعني عندهم استعداد يطلعوا الله ده ابن شرموطة رسل محمد بحالة يعني الله تخصهم محمد فدك ابي وام علم الكلام ما ده رأيي دي ما قوله في كلام رجالة وفي رجالة كلامه هم المسلمين دول رجالة كلامه دايما تاهم علوء يرجعوا في كلامهم ما عندهمش كلام رجاله ففي كلام رجالة وفي رجالة كلامه المسلمين دول كلهم رجالة كلامه المهم أم بقعد دعاية محمد دعاية اللهم أما أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت أرحم الراحمين وأنت ربي إلى من تكلني إن لم يكن بك علي يا غضب فلا قبالي لا قبالي ما تفهمش مين اللي كتب وراد دعاء ده إن ما كانش معجر الوادي اللي اسمه زيد ابن حريسة ده وده كان وقف بيتضرب بره بيتحدف بالطوب بره المهم فجوم أصحاب الأرض اللي هو قاعد متعلق فيها دي استخبة بعتوله إيه حي صغير نصراني ما لازم يبقى نصراني النصرة واليهود دول مبعبصينه ببقه فبعتوله الوادي النصراني ده اللي اسمه عدس قالوله خده شوية عنب إيه يدفع فخد شوية عنب راح يجي للرسول المهم الرسول بيمسك العنب قبل ما يأكل بيقول بسم الله الوادي النصراني مبهر فأسلم وحسن عزاً الرسول وهو بيأكل بيقول بسم الله مع إنه رسلاني بيقول بسم الصليب وبسم زيبي وبسم طيب ما تم فهمش مبهر فأسلم وحسن المهم وبعد إنه وهو راجع وقعد بيرايح في حتة تانية مش عارف اسمها ودي نخلة باني ولا ايه فربنا أنبعت له جن كفر يا ربنا هو اللي بعيتهم وجن وكفر ما تفهمش وبعدين ايه سامعوا بقى ايه الرسول بيقول الكلام اللي هو راح قاله للبني قدمين فالبني قدمين ضربه بالطوب فالجن بقى سامعوا الكلام اللي قاله الرسول انبهروا 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 انبهار انبهير وأسلموا يقول لك بقى عارف منين النبي بقى ان هما ما هو جن بقى هو مش شايفهم بقى وهو قاعد كان بيقرأ القرآن الفضيع بتاعه فعارف منين بقى ان في جن سامعوا قرآن وأسلمه قالك بقى في شجرة قالت له كان في شجرة وقفة فالنبي ما كانش شايف الجن بس الشجرة شايفاه فالشجرة شافت الجن وعرفت بقى ان هما سامعوا القرآن وانبهروا وأسلموا فقام ايه ربنا بقى خلاها تنطع وتقول للنبي ان كان في جن يا اخوية يا اخوية كان في جن بيسمعوك ايه الحلوة اللي انت فيها دي؟ يا جماله يا جماله كان في جن يا اخوية بيسمعوك وأول ما سامعوا كلامك انبهروا وقالوا اسهدوا ان لهابل وانلعابط اسهدوا ان ده رسول بريالة وبعدين قالت له ايه اسدول اصلا جن كافر في جن مسلم وفي جن مسلم سني وفي جن مسلم سيعي وفي جن يهود وفي جن كافر وفي جن النصارى دول بقى جن جمع بتسحبوا وعادوا ايه يستنتوا للقرآن اول ما سامعوه امنوا واسلموا ومسيوا ده كلام الشجرة حد يقدر يكذب الشجرة كذبوا بقى الشجرة وطبعا كالعادة اختلف العلماء قالك ده الاسراء ده كان قبل الهجرة بست سهور وناس قالوا قبل الهجرة بسنة وناس قالوا ده في شوال وناس قالوا ده في الكعدة وناس قالوا ده في جب كالعادة يعني مفيش حاجة اسمها ان هم يتفقوا فيها يعني من من معجزات الاسلام ان اي سؤال تسأله اجابته اختلف العلوم ويقول لك كل الاحتمالات تقول له مثلا هو سرب السجاير صحة والغلط يقول لك اختلف العلوم وقالوا اربع اراء مع ان هو لقيمة صح لقيمة غلط يعني احتمالين لا هو يقول لك دول اربع احتمالات ممكن لو رأيي بيقول لك شربها غلط ورأيي بيقول لك شربها صح ورأيي بيقول لك نص شربها صح ونص شربها غلط ورأيي بيقول لك تطلع الدخان من مناخيرك صح وتطلع الدخان من انتزك غلط كده ما تفهمش بيجيبه الاحتمالات منين طب فين الاجابة ما انت قلتلي كل الاحتمالات فين ام الاجابة لا هو ده اختلف العلو وما فيش ايجاب برضو اختلف على العلو كان الاسراء جائم او الاسراء والمعراب يعني يوم المفروض يعني طلعتين في طلعة واحدة ما علينا فعالك بقى كان عمك الرسول ده نايم عند ام هانئ بنت ابو طلع كان نايم بنفخدها كده زي هو بيحب ينام بنفخد النسوان ولبس عميس انهم بتاعها وقام رحلوا جبريل وقام فاتح السقف بتاع البيت مش عارفين هم اللقل بالسقف مفتوح ولا بعد ما رجع قام جبريل لحمه تاني او الخيمة بقى ايا كان وقام واخدوا بقى المكان بتاع البيت الحرام وقام ايه مطلع المطول الاكابي وقام سائق سيد الرسول بالمط وبيقولوا ان الحركة دي حصلت مرتين مرة هو بيرضع ومرة دلوقتي فشق سيدره وقام جاي بقى مالي الزمزم ودي له وقدي ادعك 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 طلع التين بقى والخرق والزبالة اللي في سيدر الرسول على اساس ان الشر والحق والحسد بيبقوا في السيدر وفي القلب يعني انت لو غيرت القلب هتبقى هتبقى طاية لو جبت قلبه واحد قاتل هتبقى شرية المخ ملوش علاقة هم بيعرفش المخ ويجي تتناقش مع اي واحد من العيال اللي بياخدوا بقوم بيقولك هو انت شفت عقلك فالحاجات بقى الصفات دي بقى الطيبة والشر والحقد والحب والكراهية والحاجات دي كلها في السيدر فربنا ايه جي ايبريل همشى شدره وانتطلع القلب فاتح القلب جايب شوية ماية من بير زمزم بوكير زمزم بامراضهم بكل البلاو الصدر اللي فيها دي ويخسل ودعك كده وكان جايب معاك كيس قوم بجنيه ونظف نظف ادعك اكدعك عشان ايه الرسول ابن وزخة فربنا قرر انه هو يخليه باك ما انه ما عملش كده في جيزس ورسول في القرآن بيقوله ان جيزس ده كان بلا خطير ما علينا إله جاهل بعيد عنه بعد بقى ما نظف له صدره أمرائح جايب بقى جردل جاب تست دهب مليان بقى حكمة وإيمان ومدلئهم بقى في قلب محمد طبعا المسلمين هنا سألوا سؤال قوي جدا ما سألوش بقى هو محمد أصلا ما كانش عنده إيمان محمد ما كانش عنده حكمة فربنا شال الخرى من ولا جبير شال الخرى اللي كان في قلبه وحط له إيمان وحكمة طب لما هو أصلا عنده خرى في صدره ومعندوش إيمان وحكمة ربنا شال الخرى وحط له إيمان وحكمة طب كان ايه فضل محمد عن الناس التانية ليه محمد أحسن من اي حد تاني ليه محدش تاني بتعمله الكلام ده ما هو محمد عنده خارة وظيفت وليله وربنا هو اللي اداله الإيمان والحكم طب ليه أنا ما اداليش إيمان والحكم وشالي الخارة اللي فشدري لا لا كل المسلمين ما سألوش السؤال ده المسلمين سألوا سؤال عميق وقوي وما يطلعش إلا من مسلم قالوا هو مش الأواني الدهب دي حرام وهنا اختلف العلماء وقالوا لا الأواني الدهب مش حرام في الحالة دي بالزير عشان دي من خصائص النبي فيه علماء قالوا كده وفيه علماء قالوا لا هي مش حرام بالنسبة للملائكة الأواني الدهب الملائكة ممكن يستخدمها هو ده اختلف المسلم ده تفكير المسلم قال لك عادي الشر في صدر وتشال عادي في حكمة وإمان جاء الطسط في حكمة وإمان عادي الحكمة والإمان الحض في صدر محمد عادي محمد سيد الخلق وعنده خرف صدر وكان محتاج حد يحط له أمان وحكمة عادي المشكلة إزاي تستخدمه دهب الدهب ده حرام ما شفتش كائنات زي المسلمين ما فيش كائنات كده ما فيش كائنات على وجه الأرض كده المهم أم جبريل بقى داخل على محمد بالبراء قال لك إيه البراك ده قال لك ده حاجة ما بين الحمر والبغل لون أبيض بس لو أنت رجبه كده إيه خطوته الخطوة الوحدة على مدار إيه نظرك كده على آخر حاجة تشوفها شوف عينك آخر حاجة فين الخطوة الوحدة توصل للمكان فجي محمد يركب على البراك فالبراك ما رضيش قال له كثومك ما انتشع فراح جبريل أم إيه جبريل أم رايح للبراك قال له ملك بكثومك في إيه ده عمر ما حد رجبك ربنا بيحبه قد محمد ده أنت ما يعني عمرك ما تركبت حد رجبك أجدع من من الجدع ده فالبراك اتكسف على نفسه وعريق بقى من كتر الخدل مش عارف إزاي حمر بيعرق عنده صعر ولا ما تفهمش فالبراك عرق بقى ونقوصه عادي نقعد بقى عرق من كتر الخجل عشان جبريل كثفه قدام الرسول وطبعا لما سألوا العلماء هو ليه البراك عمل كده قاله أصلي صعب عليه لأنه نسي الركوب بقاله كتير قوي ما تركبش قلب استصعب عليه لبعد عهده بركوب الأنبياء فين آخر مرة تركب فقال ياهد ده أنا كنت نسيت إن أنا بتركب يا يا عم جبرو فاكتشفنا بقى إن البراك ده ما كانش بتاع محمد بس ده إن كل الأنبياء لكبوه إبراهيم وموسى كله كله نطع البراك فما كانت سركوبة خصوصي يعني الرسول ده كان هي العربية الاستقبال الرئاسي بتاعته الرئيس كده لما بيبقى جايله دي بيبعث له العربية بتاعته اللي تجيبه من المطار فكان البراك ده بقى كل ما يعود يجيب نبي ينبعث له بقى البراك يتفسح بي شوية فالبراك قال ياه فين فين ده بقى لي كتير قوي ما تركبتش ده أنا قلت خلاص هيبطله الكابون وعادي عرق بقى وكسف وطبعا دي من الحاجات اللي لما قالوها يعني أنتوا كنت فاكرين عشان بتقوله إبراهيم مش عارف كان فين لا إبراهيم كان بتحرر بالبراك لما يقولك إبراهيم راح مش عارف بنا الكعبة وخد ابنه وهجر واشعارف راح فين هو كان ايه كل رحلاته الداخلية والخارجية كان بيركب بالبراك ده كلام العلماء حضره علماء علماء يعني مش زال مش تقولي الناس بتعدل الكالية بتعدل الجينات والحاجات دي لا لا العلم هنا إن إبراهيم كان كل رحلاته بالبراك والبراك مش بتاع محمد والبراك كان عارف كان وزعلاء وجبريل وابخه وقفه كده وقدره قدام محمد وطبعا في علماء تانين ديهم رأي تاني قالوا إن البراك لما جاء محمد يركبه قال إيه ده كتير علي كتير علي أن تيز محمد تلمس دهري تيز الرسول تلمس دهري واستكتر على نفسه إن محمد يركبه والعلم عند الله طبعا واختلف العلماء والحاجات المهم يعني طبعا سرعة البراك قلنا فضيحة يعني الخطوة الوحدة على مدار بصرق كده اللي هي مثلا خمسين كيلو ولا حاجة طبعا الله جاهل ما سمعش عن حاجة اسمها إينارشيا ولا أي حاجة جسم عشان يعني جسم يتنقل للسرعة اللي هما بيتكلموا فيه ما علينا مش هنتكلم في علم في الجهل يعني يعني أنا مشكلتي مع الناس بتاعت الكلاب هاوس والناس اللي كانت بتتكلم عن بشمهاندس عمر والحاجات دي إن ما ينفعش أستخدم العلم في إن أنا أثبت جهل ودي مشكلة الناس اللي بتتكلم من اللي هما اللي بيحاولي يثبتوا الإله بالعلوم والكلام ده دي مشكلة إن تجيب واحد يتعلم وتعلمه وهو لازال متمسك بجهله يعني مشكلة إن حد يبقى متعلم بس متمسك بالجهل علمته كل حاجة وبقى فعلا بقى متعلم بس متمسك بجهله فبيستخدم هذا العلم عشان يدفع عن الجهل فقصة اللي أنا بحكيها دي هي دي بقى اللي المفروض يستخدموها بعد بقى ما يثبت لي وجود الإله بالسببية والكوانتوم فيزيكس والوقت النسبي والمكان والزمان والبيكبانج والفلسفة والهرتلة والترجيع اللي بيقعد يقولو ده المفروض بقى دي المعجزة اللي هيثبت لي بيها إن الرسول هو رسول حقيقي المهمريكي بقى محمد البراق فقال لك بقى في دقايق بقى محدش يعرف المدة يعني لمحة بصل كده البراق بقى تلع من البيت الحرام للبيت المقرس اللي هو ما كانش موجود أساسا ده إعجاز بقى فظيع يعني راح من مكان لمكان بعيد جدا في ثواني والمكان اللي هو راحه أساسا ما كانش موجود أساسا في الوقت ده إعجاز فظيع ده محمد ده معجزاته ما حصلش زيها وفي نفس الوقت ما عندوش معجزاته أول بقى ما غسله أمواخ البراق ضربته في الحلقة اللي بيربطه في الأنبياء البهاية ما عشان لو سابه سايب ممكن يهرب ولا يمشي ولا بتاعه البراق اللي أساسا كان لسه بيعرق وبيتكلم مع جبريل وفرحان النبي هيركبه ونسي إن هو بيتكب من الأنبياء والكلام ده كله في احتمال إن هو يهرب يلاقي براق مع الديب في طلع وراه فربط بقى البراق في الحلقة اللي بيربط فيها الأنبياء بهاية برايقهم الجامعة براق برايق برايقهم برايقهم المهمة وطبعا اختلف العلماء هل النبي هو اللي رابط البراق ولا جبريل هو اللي رابط البراق يقال بقى كده ويقال كده واختلاف العلماء أحا وما دي فهمش طبعا جبريل كان ماشي جنبه ولا جبريل سابقه ولا جبريل كان رايق برايق برايق على البراق ولا جبريل كان جرر البراق ما نعرفش حاجات يعني كلها مواجزات عظيمة يعني دخل بقى صلع سلم المسجز الأقصى اللي هو ما كانش موجود ولقى بقى الأنبياء كلهم قاعدين في الحتة دي ما تفهمش جهم ازاي ولا دي أرواحهم ولا هما خرجوا من القبر ورجعوا أجسادهم ما تعرفش ايه اللي حصل بس هما كانوا موجود كأرواح كأجساد كدفرمة ما تفهمش فطبعا يعني اختلف الأنبياء العلماء وقالوا لك ان هو ربنا أحياهم كلهم السبع ماش عارف كام النبي اللي قابلهم دول أحياهم كلهم من الموت ورجع أجسادهم زي ما كانت علشان يروحوا معاد عيسى علشان عيسى أصلا كان ايه؟ عيسى أصلا كان عايش عيسى ما ماتش عيسى كان عنده 33 سنة وربنا رفعوا عنها وبعدين قالك لما ربنا رفع عيسى ده 33 سنة هيفضل عمره 33 سنة لحد الايه؟ لحد ما يجي تاني انا كنت عايز اتقامل شخصيته بس انا طبعا مش تغيري المهم فرجع بقى ايه قالك عيسى ده كان عنده 33 سنة وطلع الفضل عنده 33 سنة وهيفضل بقى في السماء اجهية ده مكان ولا زمان ولا وجود ولا محرك ولا ثابت ولا هرتلة ولا تفافة عمالين يقولوها على كربهاوس عيسى بقى موجود في الحكة دي بجسم وتوقف سنه عند 33 سنة هيجي بقى بعد في نهاية الزمان يقعد سبع سنين يقصر الصليب ويقتل للخنزير ويقتل للمسيح الدجال ويروح يحج لازم تنسوه هيروح يحج وبعد في سبع سين هيموت بقى عند 4 إنسان فرجع بقى عيسى نزل بقى من من اللا مكان ولا زمان وخارج الكون والريالة والتفافة اللي بيلوها على كربهاوس نزل في المسجد العاصر ما بقيت الأنبياء بقى كales لربنا أقومهم من موت ولجع لهم أجساتهم ثانية أو كده وقعدوا بقى قبلوا واشتعبيروا محمد في المسجد الأقصى اللي هو ما كانش موجود أساس cert وفيه رأيه تاني بيقولك الا هو أبي عيسى الوحيد الي قبله بوجسده كان عيسى والبقين بقى كان أرواحهم هما هي المسجد العاصر FPل الأقصى كانت موجود بروح هو فروح المسجد الأكثر مع روح الأنبياء مع روحهم الرسول وعيسى هو الوحيد بالجسد فهم بقى ملمومين بقى لقاء الأنبياء ده جمعة دي الصلاة وكان روح بلاي بقى بتقول الله هو أكبر الله هو أكبر فالرسول برغم أن هو صلع سلم ورغم أن هو أفضل الأنبياء جميعا وسيد بني آدم وسيد كل من ماشي على الأرض ما تفهمش ليه وأحسن واحد في الخلق ما تفهمش ليه اتكسف لأنه متواضع مرداش أن هو يروح يقوم للصلاة فجبريل بنفسه لما استصعى أن رسول مستحي أمسك الرسول من إيده وجره عشان يقوم للصلاة فصلى بقى الرسول بالإيه بالأنبياء ما تفهمش ليه كاتصالات بقى إيه في الوقت ده يعني ولا هي دهر ولا مغرب والحصر ولا عيشة ولا فجر ولا ما تعرفش هو كان نايم بالليل وطلع الطلعة دي كاتصالات إيه ما تعرفش وطبعا دي كاترسالة أن الدين الإسلامي نسخ كل الأجاني اللي قبله ليه؟ الدين عند الله الإسلام كل الأجاني اللي قبله تصلي وراه على طول يبصوا على طيزه هو يجيهم طيزه ليه؟ لأنه سيد الخلق هو أحسن واحد والله رسول محمد بالمهمة بعد المصلى لقى جبريل واقف مستنيه مسك في إيده وكسين كاس في خمرة وكاس في لبن قال له اختار كاس أنا لو ما كان محمد أقول له أنا عايز بيبسي يعني نكون صمك بعد الفرهضة دي وفي الحر اللي احنا في ده أنا ولا عايز لخمرة ولا عايز لبن يعني ديني واحدة بيبسي نسبرة ولا ديني واحدة كبيرة الديني عصير قصب أي حاجة حلوة كده المعالي فقام إيه؟ النبي اختار اللبن فجبريل قال له والله انت اخترت الفطرة مش عارف إيه الفطرة في كده طبعا ما الفطرة العيال كلها بتتولد ترضى على لبن يعني إيه الإعجاز في كده يعني فيه فيه حد بيتولد يرضى عبودك ما شفتش يعني عايل بيحطوله ريد ليبل في البزازة عادي يعني ما هي عادي كل كل العيال اللي بتتولد ترضى على لبن بس محمد بقى إيه؟ فقيق اكتشف ان اللبن هو الفطرة ايه المهم؟ ومحمد قال لك إيه بقى كمان؟ في حاجات فضيعة بقى شفها هو في رايحة جحلة دي قال لك وهو ماشي لقى موسى قاعد بيصلي في قبره يعني عبل ما يوصل كده بيت المقدس اللي ما كانت موجود وهو راكب البوراك كده وطير بيتفرق بقى ما قاعد بي راكب البوراك راكب جنب الشباك فبيتفرق بقى من الشباك فلاقى إيه؟ موسى قاعد بيصلي في قبره مش عارف أقولكي؟ يعني موسى اللي قاعد بيصلي في قبره ده ما تحلق معرش موسى بك برضو يعني معلي وإيه بقى؟ قالوا له شفتوا إزاي يا محمد ده ما تفهون قال لك ربنا بقى طلعه له من قبره حطه فوق القبر كده في السكة وموسى قاعد بيصلي فوق بقى فوق القبر عشان عشان محمد يشوفه هدف نبيل ربنا بيعمل المعجزة دي للسبب هدف نبيل عشان محمد كان زعلان وكان بيعيط لازم يعمله حاجات كده جميلة تبسطه رحلة رحلة كده كلها طب شاف إيه تاني؟ قال لك شاف ناس بيزرعوا وبيحصدوا في نفس الوقت يزرعوا الزرع يطلع يحصدوه ويمطلع تاني يوم حصدينه ويمطلع تاني شاف الأحداث دي بقى وهو طير بالبراك وبيبص من الشباك بتاع البراك والبراك اطلع من المسجد الحرام للمسجد الأقصى في ثلاث دقايق وهو معادي يشاف الأحداث دي واللي مش هيصدق هنضربه هنقتله زي ما كان بيقول البغل اللي عند ردة قلقيلة ده اللي مايقامنش بالدين ده يبقى معندوهش عقل اللي مايقامنش بالدين ده معندوهش مخ دايب أحبار احنا لازم نصدق الكلام ده ونقامن بيه علشان ان يبقى عندين عقل زيكم بالمناسبة فيه سؤال نفسي هسأله للشيخ ردة قلقيلة بيجدم اشترياءه ولا تنمر ولا اي حاجة سؤال بيجدم قرقلي من يوم ما سمعت ما شوفت الراغي الله يا شيخ ردة قلقيلة هو فعلا ابوك اسمه قلقيلة يعني المرحومة جدتك كان بتقول لابوك خد ياد يا قلقيلة روحت لنا بجنيه عيش وبتنين جنيه فول ما تتأخرش يا قلقيلة ولا أمك كان بتيجي أم الخميس تقوله يا قلقيلة النهارد ده الخميس يا سي قلقيلة ابوك اسمه قلقيلة ولا ده لقب اسمه قلقيلة أمك بتقوله يا سي قلقيلة النهارد ده الخميس وما تنساش وانت جاي تجيب الجنبالي والجلدير ولا قرقيلة ده لقب يعني زي الحج زي ابو شخة كده لقب يعني معلي المهم فايه بقى شاب بقى الناس بيزرعوا بيحصدوا وهو معدي كده ثلاث دقيق وكان يزرعوا الزرع يطلع يحصدوا يوم زرعين تاني ويطلع سأل جبريل قال له مين دول قال له دول المجهدين لغاية في يوم القيامة يزرعوا وزرعوهم يطلع ويزرعوا وزرعوهم يطلع ويحصدوا وشاف ايه تاني لك قال لك بقى شاف ناس قاعدين كده حطين رجل على رجل وينحد بيحدف صخر على ادناغهم فا ادناغهم تتفتح وترجع تخف تاني ويوم حادفين عليهم صخر تاني ودماغهم تتفتح وتخف تاني كل شوية على طول حد يفتح الدماغهم بصخرة اول ما دماغهم تتفتح ترجع تخف تاني فيوم حادفهم بالصخرة تاني فسأل جبريل قال له مين دول يا جابرو قال لهم دول الناس اللي كانوا بيكسلوا يصلوا عشان ما بيصلوشوا ويزعوا دماغهم في الارض احنا هنرزع دماغهم بالصخرة لحد يوم الايامة نفضل نفشخ له في دماغهم ولدي الوسخة مش عايزين يحكوا دناغهم في الارض وبعد شوية هو بيتفرج من الشباك بتاع البوراق رحلة بقى ومهيز بقى وجايد معها بقى فشار وسندوتشات ومهيز وكفت وكتهيز فلاقى ناس قاعدة مسكة لحمة من التنى ونية عمالين يكلوها وجنبيهم لحمة مستوية وجميلة ومشايبنة فسأل جبريل مين دول يا جابرو فجابرو قال له دول الزناة اللي بيسيبوا اللحمة الحلال ويكلوا اللحمة النتنى الحرام على نفسي في لحمة نتنى بصراحة هنموت في اللحمة النتنى وبعديهم لقى واحد شايل حزمة حطب كبيرة وشعيلها بالعافية ولسه عايز يجي الحطب تاني فوقها حزمة تانية قال له مين ده يا جبريل قال له ده بقى الراجل اللي عنده امانة مش قادر يدفعها وعايز ياخد امانة تانية يخرب بيت ام الحكم اللي في رحلة الاسراء انا انبهارت انا الامان داخل القلب بعدها بقى لقى ناس كل واحد بطنه قدر بيت وكل ما يجي يقف يقع على تقلق كل ما جقف كل ما جقف قال له مين دول يا جبريل قال له دول العيال اللي بتوالبروه دول اللي بياخدوا ريبة اي حد بشغل شغال في بنت او اي اقتصاد عيال اللي يعني لا دول اللي هيبطنهم قدر البيت ومش يعرفوا يوقفوا عشان ايه عشان مشغالين الاقتصاد لازم الاقتصاد يشتغل بالقتل ما يشتغلش بالبنوك الاقتصاد عندنا يبقى نقتل ونسرق ونقطع طرق ونقطع قوافل ونسب نسوان ونبيع عبيد هو دات الاقتصاد السليم انما بنوك بنوك يتعذبوا ويطلع دين ابوهم لغاية نهاية الزمان وندوسخ المهم بنرجع بقى ايه للمسجد الاقتصاد فبعد بقى لما اختار الفسرة واختار اللابن واكتشف بقى ان اللابن بقى هو اللي هي اللي بترضع لابن ما بترضعش مارتيني ابتدت بقى رحلة المارك اشتركوا في القناة